السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحب الساعة اليوم عندنا موضوع شوي جامد طبعا انتو هني تذكرون المكان بس اضفت مطار كارغو على اساس يقدرون يبون لغرابة هني بنحط هناك مصانع هاي كلها بننقلها بعدين ولكن عندنا المصيبة الكبرى المصيبة الكبرى اللي هي هني هذي لهذا الشارع كان في غل سريع شوي فالحين شو بنسوي لازم اغير نظام الشوارع بس انا بيعطيكم مثل ما تقولون جسر واحد او طريقة اللي انا راح امشي فيها لان هذا هايوي راح يكون دائري هايوي راح يكون من هنا واصل لين هنا بيوقف الهايوي هنا اوكي عقب بيستوي هايوي شو هو المكان الفاضل لخليناه من هنا لين وين بيخطف من هنا بياخذ لفة دائرية بيطلع بيوصل لهذا الهايوي يعني بيستوي عندنا وايد هايوي في المكان ولكن لازم عسر بهذا الشي نحن نبدأ نكسر المكان كامل وقدر الامكان نتجنب نكسر الزونس طبعا وايد الناس قالوا لي من زمان اصلا هايوي مالك تعبان وغيرها انا ما عندي مشكلة هذا هايوي كان وقت حاجة وقت الحاجة هو يوم نحن نحتاجه في وقت الضيق لكن حاليا عندنا فلوس وعندنا اشياء تدعم هذا الشي هايوي اول شي الهايوي هذا ابا امرر في الوسط شو طبعا بيكون شي شوي معقد ترا هاي خلنا امرر ابا يمر في الوسط منه القطار والقطار اللي يمر في الوسط ترا مش شي سهل اوكي في الوسط قطار بس اول شي خلنا نسوي حفرة هني براويكم شي نزيل سوي هني حفرة هالمكان براوي عادي طبعا انا الرمر عندي ما يخلص لانه مسوي ان لم تجو ابا اسوي هذا جسر اوكي شوفوا هذا جسر راح يكون هذا اربع شوارع حاليا شوفوا هذا راح نوصل في منو بهذا هذا جسر صغير في الوسط نزيل هالحال هاي راح نرجع المكان هذا عادي خلنا نزيد راح نرجع شبه اه عفوا شبه عادي ابا بس شوية يكون مرتفع مش شوية شوفوا خلان ردة عادي خليش تخبيص صبركم صبركم بفهمكم الاشياء لا راح تستويه طبعا عندي موبة تو لنا ولا لحظة هذا خلا ندك كليك على هذا ما قدر اكسر بروحها اكسر اه هذا بروح اقدر كليك على هذا وسوي لديليت فعمزه صحيح سويت كليك على القطع وسويت لها كليك اه دليت نزيل الهايوي على الحين لازم يمر من تحت منو في الشوارع يمر من تحت هنا اوكي والقطار يمر في نص الهايوي طريقة هذي طبعا كيف بنطلع على القطار ها موضوع ثاني خلو اختار 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 نزيل المشروع الثالث اللي هو عفوا مش هنا نرجع الهايوي اوكي القطار لازم عقب بروح لها يعني يطلع الطلعات اوكي يشتح شطحات نزيل هذا اختار في نص منو الهايوي طبعا هذا المشروع كان نوعا ما المشروع الاساسي بس حاليا لازم فيه تكتيكات حق كيف الخطار اصلا يطلع من هنا نزيل نعدل الشوارع عدل شيدة ابا بعد فراغ شوي هنا بعد ابا فراغ هنا Terus خصوص هناك اسوء لفاة ضيقة هذه يكتا pickles تعقان الناس ويدي المشروع عن سيطريقها هاي. عساس الناس تمشي على راحتها. نزيل. نخلي فراغ بسيط. طول الخط. الحين هذا مخطط اللي ان شاء الله رح يخبي على معظم الزحمة. نزيل. الحين من يطلع من هني بنوصله سيدة. خلنا نكسر الشوارع اللي هني. شوفوا تقريبا. يس الشبك بيتكسر هالسوار فعدي قابل اللي عادة تبنو. هنا هاي برايهم. عادي. هذا نحطيهم هني. شوف. اوكي. طريقة هذي. طريقة هذي. ومشكلة لهي طيقة الحديقة نزيل. نغير. 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 هذي. نغير. هذي. نغير. هذي. النيب. الرامب. الرامب الحين هو اللعبة كلها في الرامب. انا ابا بعد ما يمرون. بعد ما يمرون. يكون في طلعة. الطريقة هاي. بعد ما يمرون. بعد ما يمرون. اخبر كمان حينة. طريقة هاي. عدلة شوية المكان. نضبط الوضاع. نزيل. عساس الشارع يمنبني. ما يكون في كسرات خضر المكان. بيكون في كسرات. بس مش آآ. ما تخيلون. نزيل. عالحين هاي اللي ممكن لازم نكسرهم شوي بعض. جزء من الحديقة لازم تروح. اوكي. وبنيب. هذا هني. بنلفه بطريقة. هذي. اوكي. وراح يتوصل خلن نزل الجسر شويتين. لك عليه. تعال انت هني اول شي. روح بنزل مع التضاريس. يعني كنترول اتش من ارتفاع هذا شوفوا. اوكي. ممتاز. الحين الرامب راح هي عندنا سيدوين. كبه الطريقة. هذي هني. ونفس الشي الرامب نفسه. راح نلغي هذا. الرامب نفسه راح يدخل. الطريقة هاي هني في الحديقة في حضن الحديقة شوفوا. تو عند الناس تدخل من مكانين انزيل. طبعا هالشي وايد كاستم. يعني وايد انت بتقضي عليه وقت. نكتبنيه بروحك وايد راح يطول. ممكن تنزل اشياء جاهزة. لكن الاشياء جاهزة ما عادة تمشي نفسه اولا. نزيل. هذا رقم واحد حلو. اقدر اسوي نفس الشي وصله للصبب الثاني من هني بس معظر. نزيل. الرقم الثنين. يطلع الشارع من وين. من هني. نزله. على الارض. بالطريقة هاي. والنزله وين? هني هي بالطريقة شو? هاي. هني شفتوا كيف? هذي. اللفة الثانية من الجسر. الحين هذا. عادي نفس الشي راح ياخذ مجرى من هني. حاولوا ما تكسروا بيوت خدر الامكان. بيكون افضل لكم بس انا بغلط صبر. انا ما بو هذا انا بو هذا بس. زين. هاي الصح هذا صح. الحين هاي المخرج اوكي. اراويكم بس ببساطة شو راح يستوي بهني. خلنا نحط الشارع. هاي وشارع بالطريقة هاي. هني بالطار. عاليا. خلنا وصل بهني. اوكي. الطريقة هذي. عاليا. بس ابرع بكم الشارع كيف راح يشتغل. الصوب الثاني نفس الشي بالعكس راح يشتغل. غابر. غابر. طريقة. هادي. اذا بعد نفس الشي. انا Ashabah. وينت هذا هذا. والنيب هذا الشارع طريقة هاي النيب اقزت طريقة هاي هني وهذا هاي رزن دنتل اللي سويناه الصغير تدحيجونا فالطريقة هذي شو بسوي بسوي رامب ثاني شوفوا المكان هذا راح يكون في تغيرات جذرية بس بنحرك هذا شوي بشكل دائري بنحرك هذا هني هذا هني شوي بنسحبه طريقة هاي صار عنا جسر الجسر ما رح يتم بالطريقة هذي الجسر بشكل عام راح نيب اه سوي شوي حديقة الجسر صح نيب قد عود هذا اهني راساء في الرهني نيب كان عندي اصغر من هاي الى ناحية. اقول لما في الوحدة صغيرة. انهاي. يا الله. يوجد اقنها صح. نقدر النيب اهي الصغيرة يعني. ونصير على الشير شوية. البوينت ابو احطي. هذا الشيء. طريقة هاي. هذه يعني جزء من. تيم اللي راح تدخل فيه ان شاء الله. كشكل جميل. نقص. بالطريقة هاي. عاليا. عشوائي. طريقة هاي. عساس مجمع الجزور ما ان يكون جميل يعني ما يكون. بيض. شوفوا الطريقة هاي. الحين صار عندنا التقاطع شو. يديد التقاطع ترى عود. مش مش صغير ابدا نزيل. اللي بنسويها الحين اهم شي. اولوية هذا الشارع. الباقيه نفس حون الطريق هني. نزيل الشيء الثاني. اللي بنسويه بالنيب التول هذا ما الخطوط. كنترول. اس. كنترول اس. ممكن نسوي الجسر نفسه هذا شوي مايل. طريقة هاي. ممكن نسوي الجسر نفسه بعد ست شوارع ترى. يعني اذا ني على ست شوارع. ونسوي اللي هو. ايت لين ما نبول اثمن اللي نات وايت. اه. ما نبول سيكل. غراس ما ظني اسرام ليبين بس خلنا نشوف. واحد. ثانين. يعطي مجال لحق الشارعين يكملون سيدة براويكم. نروح على هذا التول. ما اللي نات عندك كنترول اس شوفوا. هاي اللي يكملون سيدة عادي وبينما الناس تدخل. طريقة هاي كنترول اس. ما بحد على الجسر يتم يبدع اللينات. لا 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 لازم يبدو نولا. نضيك لك. كلك. نزين. خلان شل التول هاذا. نشوفوا هاذا. مجمع جسور اساسي. هنا شي واحد نقدر نسوي. بعد نقدر نسوي هني اللي هو المفروض. هذا بس نقدر نحملها لينين تدقون بس ما يحتاج بعد عفون تول لينات كنترول اس لينات كنترول اس لينات كنترول اس لينات كنترول اس الطريق هاي الحين شوفوا بيبدأ يمشي هذا الحين استوى عنا نقدر نقول الكرة يبالى شوي ترتبات سكت القطار يمين يسار فوق تحت الطريقة هذي عرفته يبالى ترتبات القطار عنا اصلا فوضى حاليا يبالى ان يبقى اكثر من لين شبه نفس الطريقة هذي بس ماشي ماشي القطارات ماشي هذي هذا الديزاين اللى مفروض ينتشر خلال المجينة يعني مثلا هني كله وين كان على زحم عنا هذي هذي بتكون بعد منطقة شوي تشلينتينك بس الحلوه نهدينا موكن فاضي عرفته مش كنحما هنا بنا هدم الجامعة و هالسوالف بس نشتغل على نفس الموال كل مكان هذي الحين الشارع الاهم اللى هو هني هذي خلوه نبسوي عقب التسجيل لان ما منا هداعي ولا ماله داعي اقعد اسوي لكم المهندي عليه نقدر نبدأ النيبل هايوي هني ونطلع نقطة هايوي من هني لين هذا الهايوي يعني ممكن هاذا بكبرى نخلي لين اخر الاخطار هايوي طريقة هاي يعني خلنا نشوف اول شي هذا خلنا ننزله مع الاخطار اوكي نزلت تحت خلي شوي سموس عسق ما يعلقون الحبايب نزيل والنيب لنا هايوي الهايوي هني شوي بيكون تركي ليش اول شي في عنا صعدة هني خايصة شوفوا خلنا نشوف الصعدة هاي بالنيب الصعدة هاي احنا بشتغل على باقي المدينة يعني مشكلة هذاك اخترب ما اخترب برأيه او ممكن هذا سطح كل انسوي شوي اقل طريقة هاي طريقة هاي طريقة هذي اخلي جزء اوكي لانه هني مفروض يبدأ يروح للتعدين عندنا عقب منزين الحيان هالقطار عادي ترى الاخطار موضوع بسيط ما نقدر نسوي مزين خلنا نتصغر الفرشاة نيب ويكبر طريقة هاي مزين الحين هذا هذا اللين اسهل طريقة اننا نسوي عفو اني اختارات لكن نكسر الشارع هذا مزين طامل نكسره والنيبة من وين النيبة من سيدة كيف سيدة نحن الاخطار شيء اساسي من المدينة نيبة بالطريقة هذي مثلا ها كله يتغير على فكرة القطار موضوع الخطار فيما بعد الخطارة مزين ليخاء هاي سوى عندنا لفة خطار وكلهم بيون وين يباله ترتيبه بس الان احنا مش موضوعين للقطار انزين الحين في هني سكك كسرهاي كسرهاي الحين خلنا نفتح هايوي هني انزين نشوف الان هالهايوي راح يشتور بطريقة مختلفة تماما شوفوا هذا كستم ما بيكون اللفات يعني البيرفيكت انا ما بقعدت خمسة وستين ديقاء لتخاطع واحد لكن من شأنه ان يخفز زح موايد عرفتو نطلع هايوي وين نكتط هايوي حلوة هني اطلع هايوي من ورا هني هني اقدر اسوي كامل زراعية وكنسل هاي المنطقة على غلب بس اوكي بنسوي ستوب بنسوي الهايوي من هني عندي مخططات انا مستقبلية ما هني اوكي بالطريقة هذي واني بلنا هايوي عاليا هني مو اظن احتاج غير هذا الصراحة لاني لازم اطلع هايوي بمعاكس لصوبة ثاني اذا بهايوي ثاني وتي والتي لازم هذا في نقطة توصل بينهم في الوسط اهني هذا لازم فبالتالي هذا راح يجبرني خلوني افكر هذا الهايوي شوي يضيق موبايد شوي اقدر هني بس ما يعيبني طراحة يبالي ان هذه الاشياء يديدة بس بعدين شوفوا احين بخلي بالطريقة هاي اذا احتاجت هايوي ثاني طرف الثاني بحطي هايوي بالعكس ما بحطي تخاطع نفسه واحد هلأ افضل حق الزحم انزين لانها ايوه حتى الهايويز انا وصلين بوبوليشن عالي يعني وصلين 100 الف و لازم نحسب حساب الضغط العالي طبعا انا قلت لكم انا احكم هنا ثاما ما نزل تحت 70% معناها الزحم المالي لا زالت جيدة في المدينة ترا تحسبون حساب بس شي واحد شارع واحد في زحمة total عندكم في المدينة نزين هذا اساس نسيب الطريقة هاي بس من كثرة طلبات الناس الهايوي 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 كاتشرا الهايوي كاتشرا نزين احنا خلنا اشوف اذا نيب هذا الهايوي من هاي ان نكتب الطريقة هاي اشتركوا في المدينة تراحي اشتركوا في المدينة تراحي ما هي شيئ ولكن لا شبالة جهة مستقبلة الحين الهايوي اي هايوي اووح طبعا اني اعدل لما كلهم باخذ وقت طويل بس أبا أمشي وياكم في موضوع الهايوي الحين ممزين الحين الحل الصعب أني أنا أحول هذا إلى هايوي وأيب فيه اختار وأيب المدينة محتاجة هايوي ضروري على هالدوار اللي في الوسط بلو ياكل جزء من السجن ما عنا مشكلة عادي خلي ياكل جزء من السجن ولكن وبالنا نسوي ترتيب ترتيب يا ترتيب خلا ندق ستوب زين نندخل أخيرا بنمسحها زين أنا عاسف بنمسح آخر شي كامل زين طريقة هاي برايكة وقفة البساط شو الموبايل اللي عندي هني صبر اي هذا ما الحدي خبس هاشو بمنتري سكول أنا آسف لكن بحتيك حاليا اي مكان بي كسر هذا كامل كسر هذا البيوت كلها بكسرها مفروض قدر المكان تجنب الشغلة هاي بس بس عاليا هالمساحة محتاجة هنها سبت فاهم العالم نزيل هذه الأرضية خلنا نمسحها نزيل الحين نبه طبعا واحدة من هاي ننسى الزعل يعني على قولتهم ما راح يركب بشكل يعني بدون الضرار جانبي ما راح يركب لا اذا لا اذا ممكن يركب ممكن ممكن جدا انه يركب بس شو اسوي اسوي شوي مغامرات هني يعني مبدئيا امسح قطط الاختار كامل نزيل بالطريقة هاي اوكي نزيل وامسح الشارع هذا كامل باعتبار ان هذا بيستوي هايوي خلاص اوكي طبعا في ناس الحين ان بتحتجير انا عارف انا عشان بتضايقني اللحظة شوي باوقف بص السياحي هاي صح ما تنشى الله ما تنشى الله باعتبار ان شى الله بروحه براية نزيل الشي الثاني انه يدار كامل طبعا حق الحديقة وحق هذا الثيم والنا باعتبار ان شى الله المنطقة اصلا بكبرها مش كانت عايبة وائدة ناس بس انا كانت عايبتيني صراحا فكتب خللنها لكن الحين عندي الاحتياج الاقوى لا وهو تسوي هايوي في حظن المدينة اوكي نزيل الحين الوضع بيحتاج شوية اهتمام نزيل ركزوا معي نحن ياسين نحطي ترانة هايوي اشياء اه مثل ما تقولون بتاتاتاتا بنكسر هذا هاتا بيكون هايوي والله يتراشو وارع شوي مبالغ فيه نزيل بالطريقة هاي الطريقة هاي وهذا النيبه شوي شو. زر الامكان جيدة من هناك. اوكي. والنيبه الشارع هذا. الشارع لازم يتغير طبعا. تغيرها بالطريقة هاي نعدل الشارع شوي. نيبه الشارع هذا. هاي النقطة. طريقة هاي. هادينا شوي نلعب في النقاطة لاني. طريقة هاي. هذا وفرنا هاي ويجيد كامل ترى. هذا لازم ينهدم. سوفا لكن هذا لازم ينشل. نزيد. اللي بيستوي انه شي الثاني. اللي هو الشارع لازم يكون. سيدة. قدر الامكان سيدة. طريقة هاي. يلا بسم الله. طبس الهني بعدين بيتبطل عشان يمشي مع شكل المكان هني. بعده. الحين هاي لازم. عاليا. اوكي. الطريقة شو هاي. نزيد. الحين الهايوي هذا لازم. توصل وين? هنا. بالطريقة هاي. شوفو. يا الله يا كريم. بس ابروكم الشارع الرئيسي يوم يوم بوصل الشارعين في بعض. انه هذا المدن الثانية راح تاخذ من هذا الهايوي. الناس بتلزموا هايوي. الحين ما بنتلزم مويل في مسافاته نفس الاول. انه هنا بس كمنطقة زراعية شوي بعيدة عن مدينة. الى ماذا ذلك يعني. نزيد. الحين هذا الشارع بيرجع طبيعي. وهذا بيرجع. اربع شوارع. دي نهني. بمعنى هذا الهايوي بيستفيه الى. خطين. وهذا طريقة. خيب. دور ولا بدون دور بدون دور. تحت تكت القبار. اختار بعد امورها طيبة صبركم. ادري. طريقة هذي صار عندنا هايوي في نص المدينة. انزين انت. عفون لكن ما ابوكم كلكم. بلا تصيح. اكي. الحين برد نفس الشي بنسوي شوي بس عساسا نغطي على زوايا المدينة. اني بلنا اه حصاء. اهي ضخمة وايد. ها كل النوع الحصاء لونه هذا جميل بس شو مش كلته. ضخم جدا. اوه شي حصاء صغر. هذا زين. هني بني ب. اللي كان كبير هني هذا هني. هني هني هاي. وهني. طريقة هاي بسة. خير اللي كناسين حطي خلنا سوي الطريقة هاي. اوه. لا. تنزل. بعد وايد. وايد. سيوا. طريقة. هاي. اعبي شوي. طراغات اللي هني. شوي مع الشارع شوفو. صار عندنا هذا هايوي جديد. طبعا. الظاهر منه. انه بيكون سبب زحمة بس. في الواقع هذا انهاية هايوي في المدن. عرفته؟ فبالتالي. مفروض تكون امورة مش طيبة. بس تكون امورة سوبر. نزيل. الحين. كل اللعبة هني بتكون في الدوار. شوي. اللعبة تكون شوي متعبة. بالنسبة لدوار كدوار. ولكن. عندنا جسر ثاني. انحل مشاكلها. طبعا. هالجسور كلها لازم تتغير. عسان تسوي اكمود ايت. ولا تشل. الزحم اللي موجودة عندنا. طبعا. هني انا شوي بالغت في موضوعة. انزيل. اللي هو شارعين. ولكن. المفروض يكون في شارعين صحيح. طبعا. شارعين. خلنا نزل. هذا. منزيل. وصلنا المنطقتين. هل الان نقاط بولها وقت الشغل. منزيل. الشارع الثاني. الشارع الثاني. الشارع الثاني. الشارع الثاني. منزيل. الشارع الثاني دوار بحافظ عليها. بس الشارع النفسه هذا. راح يتغير سيستما. شوفوا. راح تكون نقطة توصل بينهم بين. الجسر اللي بيكون معلق. اوكي. لان هذا المكان بالذات. في زحمة ضخمة. باقي الهايويز ممكن حاليا نخليهم. مزيل. ممكن. ممكن جدا. مزيل. هني بنسوي السيدين. مرتفعت. واحد. واحد. ثانين. واحد. تطبيط. طبعا ما ايدا شي بالها تطبيط. مو بالتول. وهاي. وامور بسيطة. لانها قاعد نسيل بالجملة. يحين متل شوفو. يحين سنبنك عندي مسكر. يشوفون مكان ما توصل زين. اللي بتريقة هاي. ولا هذا ممكن اصلا بكبره. لا نسيب الطريقة. اللي براي. اسيقى. انا استخد اني انا ادور 100% مشتيدة اصلا الحين هذا بيكون جسر لين? اهني? والجسر من هذا المكان وعقب نزله ناخذ الناه مجره من اهني لين اهني سيده بعدين اهني لين سيده طريقة هذي ناخذ الشارع الويل طريقة هاي ونطلع النقطة ثانية من اهني بالطريقة هاي بس هاد اعساس لانه ويد نازل نسوي بالطريقة هذي نسوي هذا الناداش في اخلاق الاسمه سويتي الحين الدوار الدوار اه عفوان اذا نفتح التنب كنترول شفت كلك الحين هذا يعتبر هايوي اساسي نزين الشغلات اللي فقدناها هني مثلا هذا نسوي بالني برامب نزين الرامب هذا عبارة عن وصله لهذا المكان الاشياء اللي في الوسط هاي سوي هازم نخليها مستوى الدوار على مستوى الدوار وايد عالي خلا ننزلهم ايوا ونسحب البوينت بس عساس ما يبين قبيح نسوي دي سلكت نرجع نسوي سلكت حقهم طريقة هذي طريقة هاي صار عندنا شو مخرج واضح جدا للشارع العام ونفس الشي بالنسبة لهذا المكان هذا المكان ايوا وصلت صب واحد من دوار كمخرج بس هني شكله مكان جيد حاليا بشوف كيف يمشي الجسر اذا احتجنا وصلات زيادة هذا موضوع ثاني اذا احتجنا وصلات زيادة هذا موضوع اخر تماما خل نرفع هذا شوي طريقة هاي طريقة نرتب الوسرات خلت هذي نرفع شوي نحن يبالى بعد تويكنك الحين ما بسوي كل شي نزين الحين المتجر الاساسي لشريان هذا الشارع على هالشارع مفروض تكسره صراحة مزمون فخلونا نكسر هذا الشارع بالذات لأنه بعد راس في جامعة وراس في هالسوالف راح يكون شوية بحاول أنه ما أكسر ويد أشياء بتكسير الأشياء أبدا مش صحيه صراحتا نسيب الطريقة هذه نسوي نيب هايوي شوي بيكون تركي هنا هايوي بيكون تركي إذا بنيب هايوي هايوي خلنا شو طريقة هني لازم شوي يكون في ميلان يباري يكون في ميلان هايوي نفسه صراحتا عشان أبدا بعد شوي عن منطقة سكنية أقوم شروع مستخبري أوكي بسوي بالطريقة هذه أوكي و الحين هذا بوصل هنا أنا بس برويكم بي أنا بأسوي طريقة خلنا مسافة حق الخطار طريقة هذه نزين الحين اللي أبو أسوي أبو أكسر هذا عيب الشارع نزين من هايوي خلى يناسب المكان هذا شوية شوية يعني يسوي لي أرخ نوعا ما طبعا خلاني نبو أشارع عني أكيد شارع يعني أكيد نزين هاي الأكيد يني أبو هذا سيدة موصل في هايوي ذالي ابو أين بس مش عايبني أنا سوي نزين نحن هذا نص دائرة هنا عساس الناس ما تخف سرعتها ترفع أحبة طيبة من وين هنا فوق هذا الشارع يسوي خلي في نص مكان هنا هذا الشارع بعدها يكمل شارعين نكون على الأرض أول شيء نكسر الشارع والنيفى الشارع من على الشارع ونقدم ونجدم شوي الشارع حيث أن يناسب الآن هذا الرامب لازم أجباري وين يدخل واحد يدخل أهني هذا الرامب بعد جباري وين يدخل أكم شكل يصل نفس المكان الطريقة هاي هذا الرامب هذا الرامب يطلع برا هذا الرامب يدخل داخل هني وهذا الرامب هذا الرامب يطلع من هذا الرامب يطلع أول شيء من نفس الوقت ما بيمشي تعرفون ليش أني مغلط في شيء نمسح هذا نمسح الوصلات اليديدة بس زين ويني بشارع ديناس يمر من فوق الجسر هذا ينزل بالطريقة هذي طريقة هذي شوي شارع الزين والطريقة هذي وشارع خطين طريقة هذي الحين شوي في خربطان هني لازم أعدره مع الوقت لكن حاليا حاليا هذا الرامب يقدرون يتوصلون وين عفوا من الرامب سهيل أقدر أوصلهم وين هني وهذا نفس الشي يتوصل نفس المكان طريقة هاي هذا آخر شي خلنا نسوي شارعين لانه بيشلزهم التورا الحين هاي بيون بدون مشاكل وين هني بالطريقة هاي من هني بالشارع هذا هذي هذي بيون بالطريقة هذي نوعا ما من هني هذي نوعا ما من هني هذي نوعا دائري أكبر طريقة هذي تكتيك الحين شوي يعني يلعب بالواحد بس بس إذا عرفنا على عدل أمورة طيبة هذا الرامب لازم من هني لين هني بالطريقة هاي بس الأكيد لازم نسوي ترتيب حق منو حق هذا عفوا هذا الطول طريقة زي رول اس جفرها ايه يجب لازم يحول هالرامب مرتاني يا رامب هذه المشاكلة بستيوم مرات ناخد تمب ما بيرضى يعني ممم إن هذي مين ويسار بدر يروح صح مشكلة ما بقى أسوي هذا المكان شو مدوار جيد الحين هذا الشارع الهني يروح صح بس بي شارع لازم يرجع داخل ترى هذا موضوع ثاني هذا موضوع مخاضع الحين لان كل الزحم اللي هناك بتي بتصب وين هني فبالتالي انا اللي بيدخل هني ويروح هني وبالثاني ممكن ادخل الزحم اللي هني هني اطلع خط هذا خط ان ازلت تحت ادخل اوين شارع العام من اهني انا ما قلت ان الشارع راح يكون كيوته ولا تقاطعاتها راح تكون احلى تقاطعات في العالم ولكن في كل شي له كوست من زي الحين بشكل عام بشكل عام خلونا نشغل اللعبة لان انا بيلس يعني وقت طويل انتم مهم فهمت الفكر الاساسي اللي انا بسويها هني اوكي فكر الاساسي هيا راح تكون وعلى هالموال انا راح اعدل الشارع العام كامل كل الشوارع وصولا الى اخر شيء ومنها سكت الاخطارات على فكر اللي اظنيت وفصلتها صح اختار كامل بغير خلا برأيها شوفوا الفكرة العامة هني انا هذا بعد راح اغير ان شاء الله اللي هني ورح اخلي ممشى دايركت لين هني مهم نشوفكم فيديو قادم ان شاء الله على خير هذا بخصوص الشوارع شوي فيها تعقيد وفيها اشياء بس بغيت اعطيكم الفكر العام ونحن شو نسوي على اساس نطلع لنا هايوي يديد يدخل في منطقة يديدة تماما نشوفوا ما شاء الله الزحم اللي من الحين ناس بدت تستعمله نشوفوا ناس رايحة وناس رادة وهذا شارع ترى ضخم الشارع صغير ابدا وفممتاز جدا نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته